سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وفي البداية ألقت سمو الشيخ نيلة بن حمد بن إبراهيم الخليفة المؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلام المائية كلمة رحبت فيها بسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة وأصحاب السعادة الحضور وأكدت أن المؤسسة لا تقف عند هذه المبادرات بل أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به معبرتان عن فخرها بالتقدم الذي حرزته المؤسسة في تحقيق هذه الرؤية وأكدت بأن الوقاية من الغرق هي مسؤولية جماعية وأنه من خلال الاستمرار في العمل مع شركائنا في العمل المجتمعي كالجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك أفراد المجتمع يمكننا تحقيق المزيد في السنوات القادمة وذلك من أجل توفير أماكن آمنة للاستمتاع والاستجمام في الماء في جو آمن وضمان عدم فقد أرواح بسبب الغرق وهذه ليست سوى بعض الطرق القليلة التي نعمل بها لتحقيق هذا الهدف وتضمن الحفل عرضا تم خلاله تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلام المائية وفريقها وما تم تحقيقه من تقدم ومنجزات طوال مسيرتها مؤكدتنا الحرص على مواصلة العمل بنفس الوتيرة حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والمتعلقة بالسلامة المائية بعدها قام سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة بتكريم رجال إنقاذ المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية على تفانيهم والتزامهم بتوفير الأمن والسلامة لمرتاجي الشواطئ في المواقع الستة التي يتم فيها تواجد خدمات إنقاذ المؤسسة والتي تغطي كافة محافظات مملكة البحرين موسيقى موسيقى موسيقى